إلى تأكيد الشركة العامة للكهرباء حول عمليات السرقة وهذا الانفو وهذا الحصر الذي أعده الزملاء في تلفزيون المسار كي يعرف المشاهد حقيقة ما يجري في ليبيا جمعنا لكم حصيلة سنة كاملة من عمليات السرقة التي هي ما زالت متواصلة ولم تستطع حتى الآن الأجهزة الأمنية منعنا ربما تمكنوا من القبض على عملية أو عمليتين أو حتى ثلاث ولكن ستتفاجأون من كمية الأرقام التي سنعرضها لكم الآن بداية من شهر يناير من العام الماضي سارتي الكرام الذي شهد سرقة 2600 متر من الكوابل الكهربائية هذا فقط في شهر واحد أما في فبراير ارتفعت هذه الحصيلة حتى وصلت إلى 6350 متر في شهر مارس أيضا ارتفع بزيادة بسيطة حتى وصل إلى 6550 متر حقيقة سنة الكرام أن بعض المواطنين قالوا بأن هناك يد خفية من شركة الكهرباء هناك مهندسين هم من يساعد المخفيين من المواطنين من يقدمون على سرقة هذه الأسلاك في ساعات متأخرة من الليل ويسحى المواطن على كهرباء مقطوعة وأسلاك تم سرقتها والعهدة على الراوي وتلفزيون المسار يفتح المجال لشركة الكهرباء لتضعنا في حقيقة هذه العمليات التي وصلت إلى أرقام خيالية وخيالية أذهب بكم من شهر مارس إلى شهر مايو سادتي الكرام تراجعت عمليات السرقة حتى وصلت إلى 1350 متر من الكوابل والأسلاك الكهربائية ليرتفع بعد ذلك في شهر يوليو حتى وصل إلى 3900 متر من الأسلاك الكهربائية استمرت هذه الزيادة في طول الكوابل المسروقة حتى وصلت في شهر أغسطس إلى 6900 متر طيب الزيادة في سبتمبر أي معنى شهر واحد فقط كانت واضحة حتى أنها وصلت في سبتمبر إلى 23215 متر مسروقة من كوابل وتسببت طبعا في قطع الكهرباء لساعات طويلة في مختلف البلاد شرقا وغربا وجنوبا وخسارة للشركة العامة للكهرباء الزيادة كانت في الاستمرار سادتي الكرام في أكتوبر بعد شهر واحد انخفضت عمليات السرقة ووصلت إلى 1225 متر من الكوابل المسروقة إلا أن هذا الانخفاض لم يستمر طويلا للأسف الشديد ففي شهر نوفمبر وصلت عمليات السرقة إلى 40 ألف متر و450 متر من الكوابل المسروقة في الشهر الأخير سادتي الكرام من العام المنصرم في شهر ديسمبر وصلت إلى 46 ألف وأربعمائة متر من الكوابل المسروقة تخيلوا حجم هذه السرقة التي عانى منها الليبيون وللأسف لا زالت متواصلة حتى يومنا هذا معظم عمليات السرقة سادتي الكرام تركزت في جنوب سرط وأيضا ضواحي طرابلس حيث وصلت الحصيلة الكلية من العام الماضي فقط إلى 156 ألف وأربعمائة وتسعين متر مع التنويه بأن عمليات السرقة ما تزال تسجل حتى هذه اللحظة المواطنون اقترحوا اختراحات بسيطة على شركة الكهرباء وقالوا يريد أن شركة الكهرباء تعتمد أسلوب كاميرات المراقبة على الأقل نعرف من اللي يسرك فينا إذا هي ما عنداش الشرطة الكهربائية إذا هي مش مدعومة وتشتكي من قلة الإمكانيات وضبط هذه العمليات بالشكل الدقيق عليها أن تلجأ إلى أسلوب عمليات كاميرات المراقبة حتى يعرف الليبيون من تسبب في قطع عمليات الكهرباء عليهم ترجمة نانسي قنقر